أكدت دولة الكويت على دعمها للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتخفيف من معاناة الشعب السوري وأن دولة الكويت قدمت ما يقرب من مليار وتسعمائة مليون دولار منذ اندلاع الأزمة السورية جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بخصوص الوضع الإنساني في سوريا مجلس الأمن استمع إلى إحاطة من روز ماري دي كارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام والتي أكدت أن الأمم المتحدة ملتزمة بوحدة سوريا عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الوضع الإنساني والسياسي في سوريا حيث استمع المجلس إلى إحاطة من روز ماري دي كارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام والتي أكدت على أهمية إنشاء لجنة دستورية برعاية الأمم المتحدة وأكدت على أن المنظمة الدولية ملكزمة بوحدة سوريا وأن الجولان السوري المحتل جزء من سوريا في هذا الصدد فإن الأمين العام قد أحاط علماً بتطورات فيما يتعلق بالجولان السوري المحتل وأن موقف الأمم المتحدة يستند إلى قرارات مجلس الأمن وجمعية العامة بخصوص هذا الموضوع وأن جهود الأمم المتحدة لتيسير عملية سياسية في سوريا عملاً بالقرار 2254 سيظل ينصر مبدأ وحدة سوريا وسيدتها واستقلالها وسلامة أراضيها أما دولة الكويت فأكدت على لسان المندوبة الدائم منصور عياد الاعتبي على دعم دولة الكويت للجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لمساعدة الشعب السوري وأن دولة الكويت قدمت ما يقدر بليار وتسعمائة مليون دولار منذ بداية الأزمة السورية للتخفيف عن الشعب السوري وكذت أيضاً أن مجلس الأمن يرفض ضم الأراضي بالقوة في إشارة إلى الجولان السورية أن مؤتمر بروكسل الأخير يعد تذكيراً لنا بأن الوضع الإنساني في سوريا لا زال متدهوراً حيث يوجد ما يقارب 11 مليون و700 ألف شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية وفي هذا السياق نرحب بالتعهدات السخية التي تم الإعلان عنها في هذا المؤتمر وندعو الدول إلى الوفاء بما تعهدت به وقد شاركت دولة الكويت في هذه الاستجابة الإنسانية من خلال الإعلان عن مساهمة قدرها 300 مليون دولار للسنوات الثلاث القادمة وذلك استمراراً لدعمنا للجهود الدولية لتخفيف معاناة المتضررين من الشعب السوري وتحسين أوضاعهم الإنسانية وبذلك يبلغ إجمال ما قدمته الكويت منذ بداية هذه الأزمة ما يقارب مليار و900 مليون دولار وقد أعربت الأمم المتحدة عن القلق إزاء استمرار ورود أنباء توفي بوقوع إصابات بين المدنيين وجددت الدعوة لجميع الأطراف لوقف جميع أعمال العنف والالتزام بالقانون الإنساني الدولي أكدت دولة الكويت على أهمية قيام مجلس الأمن الدولي بمهامه في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين خصوصا مع دخول الأزمة السورية عامها التاسع من مجلس الأمن أسامة عبد العزيز تلفزيون دولة الكويت